يعني أسدل السطار على بطولة أفريقيا اللي عندها أبطالة دوري بخسارة النادي الأهلي وفوز الوداد من هنا يعني بنقول مبروك لنادي الوداد الشقيق والشعب المغربي هارد لك للنادي الأهلي الفريق اللي بنفسنا على المستوى المحلي والأفريقي وبنقول جمهوره هارد لك وهي دي كورة ولكن عايزين نطلع من ده بدروس مستفادة جماعة دروس مستفادة من كل اللي بيحصل عايزين أقول إن احنا هذا العام يعني هو عام سيء على القرى المصرية يعني البعض يرى إن فيه بارقة أمل في فكرة إن انت تكون مثلا تصل للمبرارة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أو لكأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت في الكابر ده يعني الحاجة الوحيدة المضيئة في القرى المصرية هذا العام أو هذا الموسم يعني احنا بنتكلم على كل الأندية المصرية خرجت من البطولات يمكن بدأناها بالزمالك من دول المجموعات ثم طبعا فرقتين من مصر المصري البورسعيدي والبيراميدز من الدور التمانية على ما أتذكر ثم النادي الأهلي يصل للمبرارة نهائية ويخسر البطولة يبقى خسرنا البطولات سواء الكنفدرالية أو دول الأبطال أربع عندها ما خدوش بطولة في المقابل أيضا لم نستطع الوصول لكأس العالم في المقابل أيضا خسرنا بضربات الجزاء الترجحية أمام قطر في كأس العرب لم نستطع الفوز على المنتخب القطري ويعني صعدنا لنهائي كأس الأمة الأفريقية بدربات الجزاء وخرجنا من كأس العالم بدربات الجزاء كان من الممكن أفضل من مكان يعني سبحان الله يعني قدر الله ومشاء فعال حتى على المستوى النجمين الكبير محمد صلاح خسر نهائي تشامبيونز ليج وخسر أيضا دو البريمير ليج الدوري الإنجليزي ولكن عنده عدة مكاسب والناس هناك بتتعامل مع كرة القدم يا جماعة إنها رياضة وإنها متعة ومنافسة أيضا لكن في النهاية طالما أنت بتعمل عليك بتخش أربع حمس بطولات بتصارع وتنافس من أجل الفوز بالبطولات في الآخر مش تقدر تكسب الأربع بطولات تكسب بطولة تكسب بطولتين بتتحاول في أكتر من بطولة في النهاية الناس بتسقفلك وبتطلع في الشارع تحييك